أهلا وسهلا بكم في هذا الدرس سنرى طريقة تفعيل تأثيرات كومبيز على توزيعات إليمنتاري ويسلونة هذه التوزيعات تعتمد على مدير نوافذ خاص بها يسمى بي غالا لذلك لا يكفي أن نثبث كومبيز ونثبث مدير الإعدادات الخاص به كي نتمكن من تفعيل التأثيرات واستخدامها بل يجب أن نفاعل أو نبدل مدير النوافذ من غالا إلى كومبيز سنقوم بذلك بالاعتماد على الدرس الكتابي المرافق لهذا الفيديو والذي ستجدون رابطه في وصف الفيديو على يوتيوب أول ما سنقوم به هو تثبيت كومبيز وتثبيت مدير الإعدادات الخاص بي عن طريق هذا الأمر يمكن نسقه من هذه الأيقونة وفي الطرفية نقوم بلسقه عن طريق الضغط يمين واختيار لسقه عن طريق تجمع الأزرار كونترول شيفت في حيث ستطلبك كلمة أستير وتأكيد أعمالية التثبيت بالنسبة لي كنت بالعملية مسبقا بعد ذلك يجب كما قلت أن نغير مدير النوافذ من غالا إلى كومبيز لكن بما أن كومبيز يمكن أن يسبب بعض المجاكل على بعض الأجهزة الأمر متعلق ببعض الكروت الشاشة فسنقوم بإنشاء جلسة جديدة سيكون مدير النوافذ بها هو كومبيز ما الإبقاء على الجلسة الافتراضية التي مدير النوافذ الخاص بها هو غالا هكذا يمكننا حين الدخول إلى نظام اختيار أي جلسة نريد أن نستخدم لن يكون هناك أي اختلاف بالنسبة للبرامج وإعدادات النظام سواء من حيث الواجهة أو الإعدادات أو السيمارات الفرق سيكون فقط هو أن في الجلسة الافتراضية سيكون مدير النوافذ هو غالا وفي الجلسة الجديدة التي سنقوم بإنشاءها الآن سيكون مدير النوافذ هو كومبيز وبالتالي يمكننا استخدام وتفعيل تأثيرات كومبيز عليها إن وقعت لنا مشاكل في الجلسة التي عليها كومبيز مشاكل بعد تفعيل تأثير ما فيمكنك فقط أن تقوم بالخروج من الجلسة واختيار الجلسة الافتراضية كي تدخل للنظام واستخدامه دون أي مشاكل إذن الأمر بسيط رغم أن تقديمي ربما يبدو معقد حيث سنقوم فقط بإنشاء ملفين ونقوم بنسخ المحتوى المناسب بهما الملف الأول سنقوم بإنشائه عن طريق هذا الأمر لاحظ أنه يحتاج سلاحيات الروت لذلك هنا الأمر السود ستطلب إذن بكلمة السر تقوم بنسخ الأمر ولسقه في عطرافية بعد ذلك نقوم بفتح الملف نقوم بنسخ الأمر ولسقه في عطرافية سنطالب أيضا بكلمة السر الملف سيكون فارغا نقوم بلسق أو نسخ هذا المحتوى ولسقه به كما فعلت الآن الأمر المهم هنا هو هذا الأمر بالنسبة للإسم يمكنك أن تعطي الجلسة أي اسم تريد والتعليق أي أي تعليق تريد الملف الثاني نفس الشيء نقوم بإنشائه نقوم بفتحه ونقوم بلسق هذا المحتوى فيه المهم في هذا الملف هو هذا السطر حيث أننا نقول يجب استخدام كمدير للنوافذ وليس غالا بعد أن نقوم بهذه العملية ونحفظ الملفين إذا ملفين أنا قمت بإظهار ملف واحد فقط تقوم بلسق الشيء بالنسبة للملف الثاني إذا قلت بعد أن نقوم بهذه العملية سنقوم بالخروج من الجلسة إذا أخرج وحين نقوم بالخروج من الجلسة ونريد الدخول للجلسة مرة أخرى سنراحل هنا إضافة هذه الأيقب التي ستمكننا من الاختيار بين الجلستين الجلسة الافتراضية التي تحمل اسم بانثيون بانثيون هو الاسم الخاص بالوجهة التي تستخدمها توزيعت إلمنتر ويس إذن هذه الجلسة ستستخدم فيها غالا كمدير للنوافذ أي هي الجلسة الافتراضية والجلسة الجديدة التي قمنا بإنشائها هي بانثيون كامبيز التي سيكون كامبيز هو مدير النوافذ الخاص بحب تالي يمكننا استخدام تأثيرات كامبيز فيها قم باختيار هذه الجلسة والدخول بكلمة استر الخاص بك فيمكنك بالتالي استخدام وتفعيل تأثيرات كامبيز عليها الآن أنا أستخدم الجلسة الافتراضية حين دخلت إلى الجلسة الخاصة بكامبيز فيمكنني كما تلاحظون هنا استخدام تأثيرات كامبيز الشرح الخاص بتأثيرات كامبيز ستجدونه في المجمع أيضا بدرس خاص كنت على شكل فيديو كنت قدمت فيه كيفية التعامل مع تأثيرات كيفية تفعيلها وكل ما يتعلق بكامبيز الدرس فيه أيضا شيء يمكن استفادة منها لإضافة تأثيرات وفي التعليقات يمكنكم أيضا التعامل مع بعض المشاكل التي يمكن أن تواجهكم في حال استخدمتم كامبيز أحد المشاكل التي يمكن أن تواجهكم بعد تفعيل كامبيز مباشرة والدخول للجلسة الخاصة به هو عدم ظهور إطارات النوافذ لذلك يجب أن تدخل إلى إعدالات أو مدير إعدالات كامبيز وهنا في مؤثيرات تقوم بتفعيل هذا الخيار ويندو فتظهر إطارات النوافذ كما قلت المشاكل الأخرى يمكنكم أولا مراجعة الدرس الخاص بكيف تفعل تأثيرات كامبيز فهنا تستجدون عدة مشاكل تم التطرق لها إن واجهتك مشاكل أخرى يمكنك تطرح أسئلة عليها وفي حال كانت غير قابلة للحال فيمكنك ما قلت ببساطة الخروج من الجلسة واستخدام الجلسة الافتراضية التي تستخدم غالا كمدير للنوافذ إذن بهذا أكوني انتهيت من هذا الدرس ونلتقي في درس قادم إن شاء الله إلى اللقاء